وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادية دكتور وليد شراكة استراتيجية ما بين مصر والبرازيل في كافة المجالات لكن بالطبع المجال التجاري على رأس هذا التعاون السنائي بين البلدين برأيك كيف يكون هذا التعاون بشكل عادل وبما يفيد الطرفين أهلا وستعلم يا سباها وأهلا وستعلم كل أستاذ المشاهدين وبالتأكيد نعيش أجواء مهمة جدا بالأمس وجود الرئيس التركي اليوم وجود الرئيس البرازيلي هذه الفعاليات حد ذاتها بتعبر عن مكانة الدولة المصرية ومكانة الاقتصاد المصري ورغبة الدولة الكبرى في التعاون مع الاقتصاد المصري رغم التحديات وفي ظروف عالمية صعبة إلا أن هذه الدول بتعبر عن اهتمامها في مصر وبرغبتها في التعاون مع مصر اليوم نحن أمام دولة كبرى هي دولة البرازيل تلك الدولة التي تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم بحجم اقتصاد يتجاوز 1.6 مليار دولار وحجم التجارة الخارجية يصل إلى نحو 400 مليار دولار تكون في مصر يكون الرئيس البرازيلي في مصر يعبر عن اللي تعبر تلك الزيارة عن رغبة البرازيل في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بصفة عامة ما بين الدولتين هناك بالفعل تعاون قائم من خلال اتفاقية ميركسور التي تتفاعل من خلالها مصر مع أسواق أمريكا الجنوبية وهناك بالفعل كما ذكر في التقرير السابق خطوات كبيرة وصادرات كبيرة مصرية إلى تلك الأسواق ولكن أتصور أن هذه الزيارة فرصة لبحث دفع هذه العلاقات إلى مصارات أكثر رحابة في المستقبل تابعنا تصريحات برازيلية من غرف التجارة هناك بشأن رغبتهم في أن يكون هناك للبرازيل منطقة اقتصادية أو منطقة صناعية برازيلية موجودة في مصر يكون فيها صناعات برازيلية في السيارات والمنسوجات وغيرها من ما تتميز في الصناعة البرازيلية كما أن مصر تتطلع إلى زيادة حجم صادرتها إلى البرازيل وإلى دول أمريكا الجنوبية بحيث تكون البرازيل بوابة مصر إلى تلك المنطقة مثلما مصر جاهزة لأن تكون بوابة البرازيل إلى كل إفريق نعم هذا المجال الاقتصادي تحديداً والذي جاء على رأس الأولويات بالطبع هناك اتفاقية عقدت بين الجانبين منذ لحظات فيما يخص المجال الزراعي وتصدير اللحوم بمنتجاتها المختلفة لكن يأتي جنباً إلى جنب مع الشق الاقتصادي برأيك إلى أي مدى هذا التوافق فيما يخص الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية البرازيلية يطفي بظلاله على تعاون اقتصادي أكثر جدوى أو أكثر قوة فيما هو قادم طبعاً مصر هي المستورد الأول للحوم البرازيلية كما أن هناك تعاون في المجال الزراعي وهناك زيارات حتى على المستوى الوزاري وكان آخرها زيارة للسيد وزير الزراع للبرازيل هي تم تبحث إجراءات الحجر الزراعي وفتح الباب أمام الصادرات الزراعية المصرية من الموالح وغيرها للسوق البرازيلية ولكن ما أؤكده أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات هو دخول في التفاصيل فهذه التفاصيل وهذه الاتفاقيات تعبر عن أن هناك كانت هناك بعض التحديات التي تم تجاوزها من خلال تلك القمة هو وضع الأطر اللازمة لتجاوز تلك التحديات وأنه تم خلال تلك القمة بحث التفاصيل التي يمكن من خلال تلك الاتفاقيات دافع العلاقات السنائية إلى مزيد من التطور خلال الفترة القادمة الزيارة بصفة عامة في حد ذاتها هي نجاح كبير للاقتصاد المصري والدولة المصرية وما ينتج عنها من اتفاقات وما ينتج عنها من تزليل العقبات أمام المستثمرين وأمام الصادرات المصرية إلى البرازيل هو نجاح كبير تم أنه مطلوب من رجال الأعمال والغرفة التجارية والتحاد الصناعات أن يستكمل الخطوات ويبني على هذه الزيارة من أجل مزيد من جذب الاستثمارات البرازيلية وديادة حجم التبادل التجاري ما بين مصر والبرازيل ودور ملكسور نعم